تحدث في مداخلة سابقة الأولويات وشي الأولويات انتع الشعب في هذه المرحلة لا سيما هو أن هناك تصعيد سواء تعلق الأمر بجهات في السلطة أو تعلق الأمر بجهات وفئات داخل هذا الحركة تصعيد واضح وراها الأمور ماشية ربما قادرة تنفجر في أي لحظة شرارة والبلاد تدخل في حيث محتاجين نحن المجموعة من القانونيين نحن محتاجون في هذه المرحلة محتاجون إلى حوار والحوار هذا ما تحدثناش عليه الآن في 2021 تحدثنا عليه قبل هذا ما يسمى الربيع العربي قبل 2011 قبل سنوات تحدثنا عليه والتسجيلات والمداخلات رأيها موثقة ومنشرة وكنا ديجا شرعنا في الحوار كنا حتى التقينا بشخصيات سياسية مختلفة وراحوا خطفوا هذا كل المشروع اللي كنا احنا نحوسوا عليه على جلبة شيكون هناك مؤتمر والمؤتمر تلتقي فيه شرائح من المجتمع اللي هي تدرس مشروع انتع مجتمع تدرس خطوط عريضة واللي هو رأيه يأدي إلى تشكيل انتع حكومة انتع وحدة وطنية قبل وبوت في اللقاء في الحكم انتع قبل ماذا رأي الحراكة هيا يجيب ان ترى اسم برك مرة رددت اسم انتع الحراكة قبل 2014 يلا نعطيك 20 سنة وننتظر فيك مرة واحدة برك عندك تسجيل واحد قال قلت فيه انتا كلمة الحراكة قبل 2014 يلا حراك وقتها بدأ هذا اللي يمكن تتعذروا لي بدأ فيه 2019 جيب لي تسجيل واحد تتكلم فيه على هذا المصطلح انتع الحراكة انتو الله غيرك من هذا الناس اللي رهم يتشدقوا باللي رهم يتكلموا على الحراكة حابين تستحوذوا على تضحية انتع شعب ما كفتكمش هذه الأرواح التي زهقت ها أكثر من 200 ألف قتيل أكثر من من 15 ألف إلى 20 ألف انتع مختطف الناس ما زالها تدفع في الثمن إلى تاريخ اليوم الناس ما زالها في السجون والناس ما زالها إلى لاجئة إلى تاريخ اليوم أزمة ما زال معالجناهاش حابين تزيدوا تستعملوا فيه سياسة نتع الهرب إلى الأمام وكأنه نفس الخدمة نتعام النظام النظام رأى هو يستعمل فيه هذا الشعب رأى بره وهو رأى مكمل غالق وذنيه وماشي مع البالوش موش يسمع وانت نفس الشي نفس الشي أزمة موجودة في البلاد أزمة سياسية وما مش هاد الناس اللي رام في السلطة هورك الآن اللي رام هما متسبين فيها لا هذا شنقريحة ولا هذا التبول ولا هذا اللي رام ديرونه في المخابرات هما رام برواحم هما رام نلقوا تاريكات تاريكات سراعات قلتها ونعاود نكررها في كل وقت وأي إنسان دارس للتاريخ أي إنسان رأى فهم لهذا الموضوع رأى على بلوش راني ينقول سراعات تمتد إلى ما قبل الثورة وبدليل هنحنا الآن نظر كان في 2021 هاي الناس درك ها تتحدث على هذه القاضية هذي انتعب ذاكرة ها مضوك شكون داروا في فرنسا داروا هذا بنجامان ستورا اللي هو من أصل يهودي ومولود في قسنطينة ورأى خرجه هو في سنة بعد الاستقلال ها ودرك هو رأى يتحدث على أمور متعلقة باليهود رأى يدفع اليهود يدفع اليهود يعني درك هذا بنجامان ستورا يدفع اليهود وعلى هذا بنجامان ويدفع للمقابر اليهود اللي موجودين في الجزائر والناس على هذوق تحكي على الأرشيف قادرين هما يخرجوا لك من يلف واحد قادرين يفجروا به الشارع يجب دولك واحد من الناس اللي رأى من دير هما دير هما راجع ويجب دولك باللي يراه إنسان حركي وإنسان رأى راكسان وعلي وكرة والريح والريح ومن بعد رواهم تحكم في الشعب هذا مشكلة قانونية مشكلة الحركة مشكلة قانونية أحب أنهم تقاونين على جلبة وما يأخذ الأملاك ويقول لهم يسمحون نعم فهمت مشكلة سياسية مشكلة مشكلة موجودة في البلاد وهذه المشاكل السياسية محتاجين للناس قانونيين لا شك في ذلك محتاجين للناس مستشارين ومحتاجين الناس اللي هما مختصين في القانون ومحتاجين للناس آخرين ناس سياسيين ناس رياضيين ناس مثقفين أودباء كتاب إعلاميين عمال بطالين يحتاجين لكل شرائح المجتمع هي أنها تشارك في المشروع وهذه القضية المرحلة الانتقالية مرحلة الانتقالية هذه ضرورة ولكن الكيفية كيفاش نحن من سنوات قبل ظهر هذا الحركة ونحن اقترحنا على جلبة يكون مؤتمر في الداخل وفي الخارج في الخارج لأنه كان هناك شرائح لأسباب مختلفة ما تقدرش تدخل ما عندهش الثقة أو ربما ناس اللي هما ممنوعين من الدخول أو 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 المهم كان هناك شرائح كان طاقات حتى العقليات انتع الناس اللي رأى مدرك هما موجودين في أوروبا موجودين في أمريكا وموجودين في دول واحدة أخرى ما عندهش نفس العقليات انتع واحد اللي رأى هو عايش في في منطقة معزولة ما فيها لا انترنت ولا كهرباء ولا كذا ما عندهش نفس العقليات ما عندهش نفس التفكير ما عندهش نفس التوجهات ما عندهش نفس الأهداف بالتالي يذرك هذا المؤتمر يكون في الخارج كأن الناس رأى مذرك هما من سنوات هما ينشطوا في الخارج على جلبة شوما يسعون التغيير ويسعون هذا الدول نفس الناس ويسعون يقدرهما يتلقوا في إطار هذا المؤتمر هذا وينقشوا خطوط عريضة عن الناس اللي تلتقي عليها الخصوصيات أشياء هذيك اللي هي تفجر هذه الاجتماعات وتفجر هذه النقاشات هذه أجلها أجلها الوقت انتاح ونفس الشي في الجزائر ذرك هذا الناس اللي رأى موجودين في الحارك على مستوى الولايات رأى مكان الناس نشطة لكن واحد رأى ناشط سياسي ولا رأى ودخل للسجن هذا ليس دليل باللي رأى إنسان واعي ليس دليل باللي رأى عنده مشروع ليس دليل باللي رأى سياسي رأى كأن الناس ترتكب في مخالفات واحد قال مثلا يقذف واحد يسب قال واحد يعتدي والله ويدخله للسجن وعن طريق وسائل الإعلام من تأنفخ هذاك أو المناظل هذاك أو الأسد هذاك أو البطل هذاك يصير لك هو أنت منفوخ لكن هو في وقع الأمر ما كانوالو ريح شبك محتاجين إحنا الطاقات كأن طلبة جميعيين كأن أساتذة جميعيين كأن مثقافين كأن أساتذة من مختلف التخصصات كأن محامين كأن قوضات كأن رجال تأسياسة رجال تأسياسة إعلام في كل مجالات محتاجين على جلب إحنا الناس شرك كأن درك مرحلة انتقالية وكأن المرحلة العادية في هذه المرحلة المرحلة اسمها غير طبيعية في الوضع هذا غير طبيعي كأن أشياء التي تحتم عليك أنت تتعامل مع الواقع هذا قبل ما تنزلق الناس تدخل في العنف لأن رجال كأن مؤشرات كأن الناس يوميا ستحرض وراء تدعو للتصعيف درك كيف تتعامل مع هذا الوضع كيف أنت تتعامل مع الناس الذين يرون في السلطة على جلب هما لا نقول أن يجعل قارنطي ولكن على الأقل يجعل ناس عقال هما قال سيدي طمنهم بأن الناس ستفكر في بناء الدول العدل والحق والقانون وهذا الكلام كذلك كاتبين ونوار سير بلون ومن سنوات ونرد فيه الشيء الآن نتكلم فيه في 2021 أو من خلال هذا نتعى الحارك أو من خلال حتى هذا نتعى البداية نتعى الربيع العربي كتاباتنا موجودة وتسجيلاتنا موجودة شاهدة عن الكلام هذا الذي نقول به هذا الناس الذي رأى نظرك هما في السلطة نحن نسعى على أجل بشحنان نغير هذا النظام ومن حقنا ذلك من حقنا هو أن نعيش في الجزائر سعداء ونعيش وأعزاء ونعيش ومكرمين لكن كين وضع وضع رهات ترتبط إليه كورث كين أشياء مرتبطة بالاحتلال هنا في 2021 الناس مزلت في هذا الموضوع تعال أرشيف ونطع كذا كين وضع مرتبط بالفتنة كين وضع مرتبط بالصراعات وكين وضع مرتبط بهذه الأزمات المختلفة في العاصمة كيف ترح تدير مع الناس في القصة بهذه أصحاب السكانات الهشة وكذا سيدي سيدي راه عنده باطمة ويضع عليه وانت رح تدير له حكومة واسمه وانت ناس من القانون وانبعد وانبعد هما في عامين ونفث سنين هكذا والله يبنيوكم الدولة تعال حق والقانون ناس راه في العاصمة تحتاج تدخل سريع واحد راه بطال ملقش وش يأكل واحد راه مريض ملقش بش داوي واحد راه وضب قال في الخارج راه وقال مثلا ما تلو أفرد من العائلة تعود يحب يحضر معهم أو قال مثلا للعكس واحد راه في الجزائر ما عنده كيف شي خرج في ظل هذا الكورونا راه منقل مثلا ما تلو واحد ولا ما الأقرب في الخارج كيف يدير له ناس محتاج لشي عاجل هذيك الأمور راه تجي لما تكون الأمور ركح ركح